موسيقى الله صبحكم بألف خير وملحب كل المشاهدين اللي نضمونا في هاي اللحظات رح نحكي اليوم عن موضوع يمكن الناس دايما بتحكي عنه وبتشكي منه بس اليوم مع دكتورنا رح نكتشف كمان معلومات جديدة رح نحكي اليوم عن ألام الرقبة اللي هي مرة تيجي من ضغوط العمل من طبيعة وسلوك حياتنا اليومي ولكن يمكن كتير منا ما بعرف كيف مرتبط هذا الألم في ألام أخرى في جسم الإنسان وهذا اللي ممكن يتفاقم يمكن أدي الأمراض مع الوقت لن نحكي كتير بدنا نسأل أسئلة كتير اليوم لدكتورنا معنا من داخل الستوديو استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور نصري معلوم وانت غني عن التعريف دكتور شكرا لك على الفضول وأهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك سبوع الخير إليك ولمشاهدين أهلا وسهلا بداية دكتور نتحدث من ناحية طبية عن ألام الرقبة الناس بينها وبين حالها كتير بتحكي عن هذا الموضوع ولكن من ناحية طبية يشو نحكي وبنعرف ألام الرقبة يعني قبل الحديث عن ألام الرقبة يجب نعرف أنه ما هي الرقبة الرقبة هي الجزء من العمود الفقري الواصل ما بين قاع الجمجمي والقسم الصدري من العمود الفقري وهذا يتكون من سبع فقرات وداخلوا النخاع الشوكي والعصاب التي تخرج من النخاع الشوكي التي تذهب إلى التارجيتس أو أهداف تماما والأعضلات والتحريك الأطراف كذلك يتكون من الأنسج الداعم للعمود الفقري وهذا جزء مهم من تكوين الأناتومي والتشريح للعمود الفقري لها الفقرات الأربطة الأحزمي الأوتار والمفاصل صغيرة ماء بين الفقرات وكذلك الأقراص الغضروفي ماء بين الفقرات التي تنتصص الصدمات وتساعد على حركة العمود الفقري لجميع الاتجاهات يعني وكأنك أنت بتقول للناس أن الرقبة مش كيف تعودنا نقول هاي المنطقة لا الرقبة هي منطقة أكبر هي بتشمل الكتف الأطراف هي الكتف مش الرقبية لكن مضاعفات ما يصيب الرقبة يتأثر به الأكتاف والأطراف العلوية والسفلية كذلك طيب إذن هذا كمان يعني مرتبط كله بشكل وثيق وبيأثر على بشكل كبير نعم هو الجزء هذا كثير مهم لأنه ما يصيبه كد يؤثر على الجسم كافة ويؤثر من ناحية حركة وحسية ويؤثر كذلك من ناحية وظيفية للعضاء في داخل الجسم ويكون مرتبط هذا بنوعية المرض الذي يصيب أحد الأجزاء المكونة للعمود الفقر أو للرقب كجزء من العمود الفقري بس يكون في ألم بالرقبة أش بيكون سبب ألام الرقبة واش بيكون بالأثارة على الرقبة عمليا يعني ألام الرقبة لها أسباب عديدة لكن الأسباب الشائع والكاثر من حوالي 70-80% وهذه الأسباب هي عبارة عن شد للعضلات والأنزج الرخوي أو التأكل فيها وهذا يعني تقريبا هو أكثر سبب للألام التي تصيب الرقبة يكون ناتجة وعادة أن ألام الرقبة تكون ناتجة عن استعمال غير سليم للعمود الفقري هذا ما نشوفه إما أثناء الدراسة أثناء الكتابة بطريقة غير صحيحة واحد ما بدرس على ديسك على الطاول إبروح بدرس عصري بدرس على أوهو قاعد بدرس على الأرض استعمال الحاسوب في الأوقات لها يعني هو جزء منه أو تفاقمت بعد تطور الحضارة وتطور الشغلات الأخرى مثل الحاسوب والهوادب الذكية كذلك هناك بعض المهن التي تصيب يعني لها ثمن مثل مثلا أصحاب الصالونات الكوافير اللي بيطرزوا اللي بيخيطوا اللي بيحيكوا هدول الناس في عندهم لأنه دائما يستعمل عمود الفقري بتقريب بطريقة غير سليمية نوم غير سليم مخد غير سليمي غير صحيح هذا يؤدي إلى آلام في الرقبة طيب هو واضح أنه في طير تفاصيل يعني إحنا عن كل واحدة بدنا نسأل شوية أسئلة يعني واضح أنه مرتبط ارتباط كمان بالأعصاب لأنه إنت حكيت بداية أنه ممكن واحد إذا بكون معصب أو منزعج أو كيف مزاجه وعماليا يمكن الناس مرات بتشعر مباشرة في وجع إذا هي بتعصب تشعر أنه كأنه صار في شيء مباشر في الألم تحكينا عن هاي الجزئية وليش هالأد مرتبط يعني هو دائما الألم مرتبط بالأعصاب ما يوصل الألم ويحس فيه الإنسان هو العصب ينقل الألم ويحلله بالدماغ أنه هذا ألم أول سبب أنه إذا كان الأشياء الشائعة لأسباب العمود الفقر هو الاستمال غير مباشر وخاصة الشد العضلي هذا الشد العضلي يؤدي إلى تقلص في عضلات الرقبية يؤدي إلى محدودية في حركة الرقبية إلى جميع الاتجاهات ما يؤدي إلى امتداد قد يمتد هذا الألم يكون موضعي في الرقب نفسه ولكن قد يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم وخاصة المنطقة الخلفية من الرأس وإلى الأكتاف والأطراف العلوية إذا تفاقم هذا الأشي وصار في ضغط على العصاب وفي تأثر في العصاب قد يؤدي إلى خلل حركي قد يكون ضعف في العضلات ضعف في الإيدين ضعف في الإجرين ويؤدي إلى تنمل أو تخدير أو تدبيس في الإيدين كذلك في الحركي قد يكون في عدم توازن في الحركي قد يكون عدم انتزان ترنح وتنمل في الإجرين في قاعة الإجرين خاصة شد في عضلات الصدر على شدلات البطن هذا في مرحلة متقدمة من الله دكتور بس يكون عنه عم نحكي ويمكن هلأ كتير كمان من اللي عم بحضرونا نسا بيطارزوا في بيوتهم أو بيشتغلوا أعمال فيه من هشاقة كيف بيأثر بمعنى أنه الناس بتقول ما نعلم أنا يعني ساعة خيطت اليوم ساعة بس هذا الألم ممكن يكون متراكم هو هذا الاستعمال أنه يجب على المريد أو على الإنسان اللي بيمارس هذا النوع من المهن أنه كل ساعة زمان نص ساعة زمان يبعد له خمس دقائق عشر دقائق هي طريقة غير مباشرة يحرك الرقبي لجمع الاتجاهات ولين العضلات تبعات الرقبية حتى يحافظ عليها كذلك يعني الإنحناء بدرجة غير صحيحة إلى الأمام واستعمال الرقب الإنحناء مباشر كثير هذا يؤدد إلى الألم كثير من نشوفه هذا عند زي ما اللي بيخيطوا اللي بحيكوا اللي بيترسوا ولكن كمان فيه شغل بجوز الناس ما بتعرفها أنا كثير بشوف هذا عند البرده عند الستات اللي برده بخاصة اللي بتكون ترد على صدرها الولد وحامني رأسه بطريقها إلى الأمام لأنه بعد شهر شهرين ثلاثة بتلاقيها صارت يبسة 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 بالرقبية وتيجي على الدكتور دولة أنا عندي هيك مشاكل فيجب حتى في الرضاعة أنه الولد أو الطفل يكون على الصدر ولكن المرضى على يجب تكثفها رأسها إلى الخلف شوي حتى تساعد على التكويسة العادية للعمودي الفقري ولا تؤدي إلى شد عضلي وتهتك في الأنسج الرخوي الداعم العمودي الفقري كيف ممكن يتطور يعني إذا احنا نهمل هذا الألم ومنعتبر أنه هذا ألم طبيعي لأنه مرات الناس بتفكر في فهلوية يعني مفكر حال لأنه عارفين السبب الأشياء الشائعة والبسيطة هي خلال أيام معدودة ممكن تروح إنه والله أنا عندي شد عضل تعرض للتيار هواء بارد لكذا يومين ثلاثة أربعة قلال أسبوع زمان خف شوي وغلاص بمشي الحال فالناس تعطي حالها أسبوع إذا ارتاحت منه تمام لكن إذا استمر هذا الألم وتطور يعني زاد الألم زاد التنمل زاد الوضع 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 اللي بيطلع على الرأس اللي بيجي على اللكتاف صار فيه خضران صار فيه شوية ضعف صار فيه صداع كثير يمتد إلى الخلف في مرات بيصير وش بالدنين من الدناس بفكتوها إنه من الدانوية تكون الأصل تبعها في الرقبة فبعد إذا استمر هذا الوضع لأكثر من أسبوع يجب مراجعة الطبيب عساس الطبيب له فحصه الخاص الذي يؤكد وجود شغلي بسيطة أو إنه ممكن يطلب بعض الفحوصات أو الصور لتأكيد شيئا ما دكتور بمر عليك بالتأكيد حالات كثير مختلفة وإحنا مرات بنقول إنه هذا ممكن كمان نعكاس ونستفيد منه ممكن تحكي لنا عن أمور مضاعفات أو أمراض كانت مرتبطة بالرقبة بدون ما الناس تشعر بمعنى إنه كان في عندهم ألام وهذا كشف عن أمراض أخرى يعني هذا له مضاعفات كثيرة وإذا استمر دون علاج ودون استشار الطبيب قد يؤدي إلى شغلات قد تكون لراجعة لأنه أي خلل في الجهاز العصبي المركزي وخاصة الدماغ والنخاء الشوكي في الرقبة هناك النخاء الشوكي والعصاب التي تخرج من النخاء الشوكي إذا كان هناك ضغط لسبب ما إما أن يكون تدايق في قناة النخاء الشوكي وإما أن يكون انزلاغ وضروفي ضغط على النخاء الشوكي أحيانا نرى بعض الالتهابات التي تصيب الفقرات أو العموضي الفقري إما التهابات بكتيرية مثل ما حتى مرض السل ممكن يكون موجود هناك وكذلك وجود بعض الأورام إما أن تكون سرطانية أو تكون حميدية وهذا نادر تقريبا ولكن موجود وننتعامل معه بطريقة يعني بشكل يومي ونشوف هذه الحالات إذا استمر هذا الوضع دون علاج ينتج عنه مضاعفات كثيرة ومضاعفات كأي مضاعفات أخرى تكون ناتجة عن خلال في وظيفة الجهاز العصبي المركزي إما خلال حسي أو خلال وظيفة أو خلال حركة الخلال الحركة إنه والله الإيدين عم يضعفها الإيد هاي بتضعف أكتر منها كنت أحمل فيها بطلت أحمل فيها كنت أمسك فيها هلا بأمسك فيها إشي بنزل مش عم بأمسك فيها بسقط من إيدي الخضران مش قادرة ليش هاي بأزع حالي بأغز حالي مش حاسس الشغلات الوظيفية الأخرى اللي التحكم في الصمامات اللي هي مسؤولة عن البول مسؤولة عن الغاية ومراد القدرة الجنسية عند الإنسان فهذه بصير فيها إنه هاي العصاب لما تصاب تصبح غير قادرة على القيام بوظائفها الحيوية للتحكم في الصمامات إنه التحكم في البول التحكم في الغاية القدرة الجنسية فإذا صاب هذا اللي يحدث هناك خلال إما سلس بولي عدم التحكم في البول عدم التحكم في الغاية وفيه بيكون الخلال في القدرة الجنسية كذلك في مرات بيكون عندهم ضعف بالعضلات ترهل في العضلات ضمور في العضلات مع ضعف عام وترنح وعدم قدرة على المشي بطريقة السمية يعني أنه اليوم هاي المعلومات تكون مفاجأة هذا كله نتيجة أن الواحد يهمل ألام الرقبة بشكل مستمر وبشكل دائم وشان هيكي احنا الشغلات العابرة اللي تستمر لمدة أيام أو أسيرة تبعتها أو كيف تشيب دولك القورس تبعتها يعني الفترة الزمنية تعتها ممكن تكون قصيرة أنا ببلش عندي واجعة اليوم أنا وفئت والله واجعة فرعبتي كتير كتير طيب أنا عملت هيك كم حركة شفت وخاف بكرة والله صار شواء بعد يومين صار أخاف لكن إذا استمر لمدة أيام وعن بزيد هون يجب استشارة الطبيل لأنه قد يكون هذا عرض لسبب موجود داخل الرقبة أو العمود الفقرية أكيد الناس اللي كمان بتفكر دكتور عادة إيش العلاج بيكون يعني العلاجات كيف بتبدا لأنه الناس دائما مرتبط موضوع الراقبة وأنه العلاج ممكن يكون علاج طبيعي أو شوي التمرين بس كيف ممكن يكون العلاج هو العلاج يتبع السبب أول شي يجب أن نعرف ما هو السبب وبعد ذلك يهون العلاج إذا عرف السبب أنه السبب زي ما أقول 780% هي شغلات بسيطة يعني تصيب الأنسج الداعمي العمود الفقري خاصة العضلات والشد العضلي ومنها ممكن أنه المريض يستعمل كمادات ما يسوهني أو كمادات ما يباردي يعتمد على أنه التجاوب لتبع الجزء ما أكثر ممكن العلاج فيزيائي ممكن بعض المسكينات بعض المراقيات العضلات وبمشي الحال وخلاص الحمد لله منقوله شوية نصائحة ودير بالك تستغر الشيك تعمل الشيك تستعمل الشيك تنام بطريقة صحيحة تنامش بطريقة اللي أنت بتنام فيها كل وين وين عمل لك شوية تمارين يعني منعطيه هون بروغرام أو شوية تمارين في البيت يعملها الصباح يعملها المغرب أساسي يظل المحافظ على اللياقة معينة للفقرات للعمود الفقري دكتور أكيد عندك نصيحة عن موضوع النوم خاصة أنت قلت أنه الناس مرات ممكن تتألم من رقبتها نتيجة نوم خاطئ فهل في توصيات بهذا الخصوص؟ يعني هون في النوم هو يعتمد هناك ناس بنام على جنبه في ناس بنام على ظهره في ناس بنام على بطنه في تقويسة معينة للعمود الفقري لك تقويسة طبيعية إذا اختلت هذه التقويسة هنا يؤدي إلى ألم في الرقب فاللي ينام على جنبه مثلا ويقف على جنبه يجب أن يكون المخدي مثلا سمكها من الكتف لحد الرأس ممنوع يكون واطي ويكون بهذا الشكل لأنه هذا يعمل الشد فأضل ممنوع تكون عالي لأنه يعمل الشد بالناحة المقابلة إذا بنام على ظهره ممنوع يحط المخدي بس فأورا الرأس يكون الرأس بالطريقة هاي لأبنى هذا يكون فيه إشي جزء من تحت الكتاف لتكون الرقبة بطريقة إلى الخلف فهذا يعني كثير بساعد على تفادي حدوث مثل هذه الألم فيه جمل بدي أطلب أنك تعلق عليها بمعنى أنه ألام الرأس مرتبطة كثير في الرقبة هذا صحيح أو خاطئ وكيف؟ طبعا لأنه يشد العدلة فيها عصاب التنين كبيرة عصابين بين الفقرات الثانية والثالثة والأولى ويخرجوا إلى فروة الرأس ويقوموا إلى المنطقة الجبعى المنطقة الأمامية فالناس يقول لك أنا بطلع معني هون وجع بوصل لفوه فيه تقل عندي على العينين فيه قباش في العينين هذا وارد هذا وارد لأنه نحن نشبه هم مثل وجع بالطائية لابس المريض البوس هي كل الوجع فيه وشة بالدينين فيه ألم تنخيز بفروة الرأس بيقول لك فيه إشي زي كهرباء فيه إشي بمشي برأسي في إشي بمشي بجلدة الرأس فهذا ناتج عن شد عضلة وضغط على العصاب القحفية بنسميها اللي بتوصل في فروة الرأس صحيح التقويس عادة الناس بنقول إذا بظلهم قاعدين غلطوا بتعبوا كثير رقبتهم هذا ممكن يكون كمان نتيجة ألام بالرقبة متراكمة صح أو غلطوا لي طبعا لأن هناك فيه تقويس معينة العمود الفقري مثل إحنا double S shape يعني هذا إذا اقتل هذا التوازن كان العضلات الأربطة الأحزمة الغضاريف المفاصل الصغيرة ما بين فقرات صار فيها خلل هذا يؤدي إلى خلل حتى فيه شكل العمود الفقري إما مائل إلى الجانب أو منحني إلى الأمام وهذا يؤدي إلى الشكل اللي بتحكي عليه أنت أخيرا دكتور يمكن في نقاط ما ذكرناه ومطلب منك كمان توجه النصيحة لكل الأشخاص اللي عندهم ألام رقبة شو بتحكي لنا في هذا الصباح أنا بقول إن المريض إذا استمر الواجع عنده أكثر من أسبوع يجب مراجعة الطبيب للوقوف على سبب هذه الألم في يعني مسببات قد تكون خطيرة للألم الموجود في الرقبة كانت انزلقات غضروفية أو تآكل في الغضاريف ضغط على العصاب التي تخرج من النقاع الشوكي أو ضغط على النقاع الشوكي نفسه وقد يكون هناك فيه أورام إما حميدية أو غير حميدية فأنا بفضل إنه المريض اللي تستمر معاناته وتزداد مع الأيام أن يقابل أي طبيب للقيام ببعض الفحوصات التي تكشف عن سبب هذه الألم شكراً كتير لك وأتمنى إنه هاي النصائح والمعلومات كمان اللي كمان نصير نستثمر فيها في حياتنا ومبطل كمان دايماً نعتمد بس على نقشاتنا كمان مرجعيتنا تكون دايماً طبية وفخرين إنه عنا كمان هاي القامة بتعطينا كل هاي النصائح شكراً لك دكتور الله أخليك أتمنى لك نهار سعيد تسلامي شكراً إليك شكراً للمشاهدين خليكم معنا وعننا فقرات متنوعة بعد هذا الفصل موسيقى 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 موسيقى